مدينك زمالك وحب الجمال ليه كبير يعني معلومة تركيا دي انت هروح تركيا معرفاش ومعلومة برضو كابتن عفة نصر ان هو اول لعب مصر راح دورة تركيا دي كنتش عرفها ايه كابتن الموضوع ده انا اول لعب مصر احترف في تركيا اول لعب مصر احترف في السعودية اول لعب مصر احترف في الامراط وكل مرحلة من دولة خدت لعبه مصرين كتير جدا بس انت حد ايامنا ما كانتش فيه سوشيال ميديا او الدنيا الموجودة دي اه طبعا مختلف انا جولي الناس بتركيا جولي مصرين قعدوا معايا حوالي اربع تيام فرجوا علي مباراة وبعد كده كان خلد الغندور من دنيا الناس وكان اشرف قاسم وبعدين وقع الاختار علي وقعدوا معايا واتفقوا وسفرت هناك لعبت كان في اخر الدور لعبت اول سنة دي وبعد كده بقى ابتدى لعيب المصريين تروح بس انا اخدت حوالي سبعة وثلاثين لعيب كراب المصر يعني خدت كابت محمود ابو الدهب مسلا من الاهلي واحمد ايوب وعمر الحديدي احمد ايوب راح التركيا اه سيدة معرفش دي وعمر الحديدي راح تركيا وعمر الحديدي راح تركيا اه والزملك كان فيه سيد حنفي وقسام النبيه اه مجموعة بيرقاوي امير ومكحة الفضرة دي كابتن كابتن عسامو كابتن برين برضو خلولك تركيا ما انا سافرت بعد كده كانت فلوس كانت حلو هناك الفلوس بص اتخذت فلوس حلو هناك الحمد لله اصى مصر هناك هم اللي بيحددوا لانه هم ما بيعرفش عنك حاجة يعني هو عارف انت رايح بالنسبة له مجهول انما لما اول سنة لعبت هناك الامور اختلفت كتير بالنسبة اللعب المصري اه زي السعودية كده يعني انا اول لعب مصري احترف في السعودية خدت افضل لعب محترف هناك ابتدى بقى جابوا بعد كده اشرف قاسم وايمان يونس وياسر عزت كده طب وانت في تركيا كانت ان كان فيه اندية مصرية كانت بتعايزك تبقى متواجد في الدور المصر تاني ولا اه طبعا اه طبعا اه لا لا كان فيه اكتر من نادي بس انا انا كنت حابب ان انا اكمل هناك انت عارف ايامنا اصلا ما كانش فيه فلوس يعني احنا انا كنت بابض في نادي زمالك 159 جنيه في الشهر لانه ابن النادي يعني كل اللي بيجي محترف مبارة كل اللي بيجي سوا في الانه في الزمالك كده اه اه وما كانش وايه موضوع الاهلي طيب انهما كان بيكلمك وتفتور كده مرتين والله مرتين مرة في الاول اه الرجل العظيم المدرب اللي انا بحبه على المستوى الشخصي قد تقنعه رو السلامة وكان في صلاح حسني عادت معاهم وبعد كده كان عندي مشاكل في الزمالك يعني التسانات ده في اول التسانات اه كان عندي مشاكل مع الندي عندنا بسبب برضو موضوع الفلوس وتد وبعد كده اه آآ يعني كان في مدرب في النادي عمل معي مشكلة فا آآ مرضيتش روح النادي أوكي يا توكي دي كات ومش في تركيا قدت ساعة آآ آآ ورحت وقات معاه وبعد كده رحنا لكابتان صالح السليم عادنا معاه آآ وبعد كده رجعت في كلامي وتركيا بقى آآ تركيا جي ... كان ... بدوني خلاص مش عايزين يعني نكلم في الموضوع خلاص يعني جالي حد من نادي الأهلي وكده طبعا عشان ما ينفعش لي ومن دولة نتكلم في الحاجات دي ومش عايزين نقول أهلي وزمالك وبتاع جالي حد وتكلم معي بس الفلوس هناك كانت أكتر حتى قالوا لي كام يا كابتن كانت الفرق لا كان فرق كبير لأن هنا لا لا فرق كبير قوي لأن هنا انت عارف عندنا هنا في مصر ديني رقع ديني رقع عشان أعرف كابتن قفت كان يعني الأمور بالنسبة له وكدت بفكر لا لا كنت بفكر في الفلوس شكرا في الوقت ده لأن أنا ما خدتش حاجة يعني يعني كل واحد بياخد نصيبه كده نورنا كاتل